قال الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي إن على الاحتلال الإسرائيلي أن يتوقف عن قصف غزة وقتل المدنيين فيها وأكد ماكرون أنه لا مبرر لقصف الأطفال وكبار السن مشيرا إلى أن وقف إطلاق النار سيفيد الحكومة الإسرائيلية كما عبر الرئيس الفرنسي عن أمله في أن ينضم زعماء آخرون بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا إلى دعواته لوقف إطلاق النار تجمع عشرات السفراء في مقر الأمم المتحدة في جناف الجمعة أهل الوقوف دقيقة صمت حدادا على آلاف الضحايا الذين قتلوا بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة وللمطالبة بحد العنف ووقع نحو أربعين سفيرا غالبيتهم العضوى من دول إسلامية نداء مشتركا يطالب المجتمع الدولي بالتحرك بشكل عاجل لوقف سفك الدماء ومعالجة الأزمة الإنسانية المتصاعدة في غزة